في كل يوم معظف جديد يحلى الكلام صغرنا يدور بحاجة كتير عرفها ومحكيات عشناها زمان لا سر ولا كتمان أسرار في تكمان ما أعطي بالكلام أسرار بسم الله الرحمن الرحيم وعزائنا المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلا و مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار ضيفنا اليوم عندما نتحدث عنه فستكون أمام خيار صعب من أين تبدأ و بأي قناة تسلك و من أين تنتهي و ماذا ستقول فالرجل متشعب المواهب و القدرات و الأفكار صاحب اطلاع واسع و نظر ثقافية و ثقافة عالية يلقب بإعلامي العسكريين و عسكري الإعلاميين معاصر لأربع أجيال من الإعلاميين و لأن شخصية ضيفنا اليوم مليئة بالأسرار و الذكريات قررنا الصدافته و الإعلان عن أسراره التي لا يعرفها أحد رحبوا معي بضيف حلقة اليوم الإعلامي العميد ركن مهندس سبأ باهبري حياك الله يا أستاذ سبأ الله يحييك شكرا على مقدمتك اللطيفة ولكن عميد مهندس ركن متقاعد عميد مهندس ركن متقاعد حتى لكم في مساءلة متقاعد خلاص هو متقاعد يا شباب أبو ثامر نقول أبو ثامر أبو ثامر أبو ثامر خلينا نبدأ بالبضاقة الشخصية نأخذ الإسم الرباعي أو الحاجد سبأ عبدالله سلوم باهبري و نعم و نعم حالة الحالة الاجتماعية متزوج يعني ما أقول أوصل السلمة رزوجت أكون أبو ثامر عدد الأبناء خمسة خمسة أبناء عندي ثلاثة أبناء و بنتين ما شاء الله إحنا لنعرف الجمهور تاريخ الميلاد 1373 هجرية ما شاء الله 1954 ميلادي ما شاء الله أو مكان الميلاد مكة المكرمة القرارة في منزل جدي لوالدتي رحمة الله عليه عبدالله محمد بحمدين كان بيت معروف في القرارة طيب أبو ثامر الآن طبعا أنت متقاعد ما في أي عمل أخصى أبدا لا أبدا ولا في التلفزيون ولا شيء أنا متفرغ للاستمتاع بما تبقى من بقايا الشباب طالما أني أنا متقاعد و فاضي فأحاول أني أشغل وقتي بالأشياء التي كنت أحب أني أعملها و ما كان عندي وقت ولا متسع لعملها و الآن أتى الوقت المناسب طيب جميل نبدأ بالمواقف تفضل نبدأ بالمواقف أستاذ سبأ اليوم إذا واحد إذا ما أنت تحب الطيران من صغرك صحيح طيب اليوم لو واحد عمره 12 سنة سافر إلى لبنان لوحده ما يمكن يقولوا عنه في الأيام هذه العمر جدا طبيعي في الأيام هذه بس اللي أعطاك المعلومة يبدو أنه صغرها شوي أنا سافرت أول مرة لوحده إلى لبنان كان عمري 15 سنة 15 سنة كانت رحلة آمل أو لا 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 كانت رحلة سياحة رحلة سياحة لوحده كان عمري 15 سنة كان عمري 15 سنة فعلا وذهبت ليس إلى لبنان ذهبت لمصاحبة جدتي الله يرحمها أمينة بحمدين للعلاج في القاهرة وبعد أن انتهت رحلة علاجها أنا طلقت من القاهرة إلى بيروت بالجو الوحدي ونزلت وكان لي مدرس الله يذكره بالخير اسمه تيسير إبراهيم انقطعت صلتي به ولا عاد سمعت عنه فكان هو قال إذا حبيت تزور لبنان ارسل لي رسالة لا يوجد تلفنا اكتب لي كتاب وأنا أستقبلك في المطار وأدير شؤونك والدي الله يرحمه كان له صديق عبود بن عفيف مدير البنك الأهل التجاري في بيروت وله صديق آخر اسمه عبدالله بالخير العديب المعروف شاعر شاعر الأمة عبدالله بالخير كان أيضا مقيم في لبنان في شارع مدام كوريا أعتقد فالوالد كتب لعام عبدالله بالخير الله يرحمه يغفر له لعام عبود بن عفيف أنه إذا جاءكم سببه وإلى آخره هي الإجراء اللازم وكذا جميل فطلعت من القاهرة إلى بيروت كان في انتظاري الأستاذ تيسير إبراهيم الله يذكره بالخير وأتمنى أن يسمعني ويتصل بي بأي طريقة يجدها مناسبة ممتاز وأخذني وسكنني في فندق في الحمرة واستضاني في بيته يوم وبعد كذا قلت له شكرا أستاذ تيسير المهم انتهت أنا سأنتبه لنفسي وفعلا رحت بعدها البنك الأهل التجاري السعودي في بيروت استقبلني عام عبدالله يرحمه ودرهمني أعطاني الذي أمر به الوالد جميل واتصلت بعم عبدالله بالخير وعبدالله كان له ابن اسمه سبأ زي فكان رحمة الله عليه لما يخرج يضع يدي يضع يده علي وعلى ابنه سبأ يقول الله مين قدي أنا بين السبائين حلوة كانت رحلة حلوة يعني خلينا يا أبو تامر نضيفك ضيافتنا القهوة والتامر عشان ليش لن يتأخر عليك والله أحيانا خاف أني أنساها مع الضيوف تصدق تفضل يا أبو تامر شكرا بارك الله فيك تفضل تسلم عافية ونعليك من قهوك لما تأخذ جائزة أفضل إعلامي إن شاء الله الله يسمع منك يا أبو تامر تفضل يا أبو تامر شكرا حلي وعى النبي صلي اللهم صلي وسلم على ذكر أسولك سيدنا محمد ميصر السلام عندك هنا أبو تامر الأغراض أبو تامر تذكر هذه الرحلة كانت عام كم أذكرها تماما عام 1968 1968 1968 لأنه لما رحنا لمصر كانت مصر خارجة من أثار حرب 67 وكان كل شيء تقريبا متوقف الحياة مشلولة جميل لم أنساها سيارة لمصر في تلك الظروف وكان كل شيء معدوم في الأسواق طيب أبو تامر أنت من متى أخذت الإعلام كهواية منذ بداية حياتي المدرسية يعني أنت كنت هاوي المجال كنت هاوي أحب الإلقاء طيب ليش ليش لم تدخلت الإعلام ليش توجهت العسكرية أولا أنا من جيل يسمع كلام أهله بالذات كلام أبوه فوالدي رحمة الله عليه كان ما عنده مانع أن يكون لك هوايات تلعب كورة إعلام تمثيل لكن الدراسة كان شيء جدي لأنه موضوع يتوقف عليه مستقبلك وحياتك فلما جيت أنا كان كل ميولي في البداية أدبية فلما جيت في الثانية وأبوه أدخل قسم أدبي قال لا 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 ما عندنا ما عندنا قسم أدبي شوف أولاد عمك كلهم دخلوا علمي وكذا فدخلت قسم علمي و لما بدت تلفزيون يستهوينيك كان واضح جدا و صريح أنه إذا التلفزيون راح يؤثر على اهتماماتك العلمية فوقفه آه ممتعي لكن أستمر في التلفزيون طالما أنت يعني مستمر في دراستك بشكل ناجح ومرضي و كان والدي رحمة الله عليه له فلسفة في تربية يعني أولاده أي أنه طالما أنه في دراسته ما شهر كويس و يحقق علامات عالية جميل و متفوق أي فأنه يعني هذا الولد ناضج و يستطيع أنه يعني يتخذ قراراته في هذه المرحلة العمرية بطريقة سليمة و لا تحتاج إلى تدخل فما كان يتدخل كثيرا أنت أخذ نهجه في التربية هذه مع كثير من التدخل أي ولأنه لنعرف أنه وأبو ثامر على قدمه و صارم في حكاة الدراسة و يسهل أو يسهل كل أمور التوفيق لأبنائه التوفيق من الله سبحانه وتعالى و العكس أنه لو واحد فيهم غلط أو فشل في دراسته يعاقبوا بشدة صحيح أنا صارم في التربية أيوه و لكن بسبب تغير الظروف عسكري برضو في البيت ليس عسكري في البيت لكن منظم في البيت و دقيق و الخطوط لدي مرسومة بوضوح في البيت جميل إذا تجاوزت الخطوط تستدعى للمسائلة يعني أنت عندك خط من اليمين و خط من الشمال ألعب بين الخطين كما تريد إذا تجاوزت الخط تستدعى للتنبيه والتحذير والتوجيه جميل لكن يعني جيلي أنا كان والدي يتدخل قليلا يعني ليش لأن الناس كانت طيبة جميل و تعرف بعضها و المجتمع كان مجتمع خير و البيئة نظيفة و نقية و المؤثرات السيئة قليلة جميل فلا يحتاج الأب إلى كثير من التدخل في توجيه أبنائه و مراقبة تصرفاتهم و بمن يختلطون كانت الأسروية كبيرة يعني طبط و كان أولاد الحارة الوحدة يعني معروفين كل حارة كانت شبه ما تكون يعني كما تقول أسرة كبيرة طيب أستاذ أبو ثامر لكن الآن الآن كل أب مطالب يتابع تصرفات أبنائه في المدرسة و خارجها لأن المؤثرات السيئة أصبحت يعني خطر يهدد تربية الأبناء بشكل سليم و قد تجرهم إلى محاذير يصعب علاجها فيما بعد و لذلك أنا كنت مضطر أني أتدخل كنت مضطر أن أتدخل بشكل عسكري لا 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 مو شكل عسكري يعني كما يقولون العسكريين يعني مراقبة من بعيد مراقبة الوضع من بعيد طيب أبو ثامر تذكر من أكتشفك في الإعلام الحقيقة التي أتاح لي الفرصة الكبرى في الإعلام كان الأستاذ محمد الضراب مخرج برنامج الأطفال تذكر متى آخر مرة كلمتوا فيها كلمتوا قبل حوالي 20 يوم قبل رمضان بحوالي 10 أيام هو كان في لندن أيها وهو أسرة قضوا الإجازة أنت ما شاء الله على تواصل معه باستمرار ما شاء الله أنا علاقة الحمد لله بكل جملائي و معارفي علاقة لا تبنى على المصالح علاقة غير مصلحية لأننا في عند الاتصال الله يحيي نحن في معنا اتصال نشوف مين معنا قالوا سلام عليكم قالوا سلام عليكم جريت بس لو تسمعنا من التلفون توقف صوت التلفزيون تسمعنا من التلفون وعليكم السلام الله وعليكم السلام كيف حالك يا أخون كل عام وأنت بخير الحمد لله يا أخوة مرحبا الله يسلمك تفضل أبو عبد الله معنا واضح جدا من صوته ما شاء الله عرفته طبعا كيف ما عرفته ما شاء الله الصوت ضعيف يا أخوة الصوت ضعيف أنت ما تسمعنا يا أبو يا أبو عبد الله أيه سامع أيه كيف حالك أساد محمد أساك بخير الحمد لله الله يسأل أنت اللي وجهت أبو ثامر للإعلام ولا أنت اللي اكتشفته ولا ألو نعم أبو عبد الله نعم تسمعنا نعم معك أنت اللي أتحت الفرصة لأبو ثامر في الإعلام الله أول شيء حيك وحي المشاهدين وحي أبو ثامر الله حيك والأخ شبه طبعا موذبة والموذبة تزرع في الأرض المناسبة أنا كل ما بالأمر أنا والجملائي نهيأنا الأرض المناسبة للأخصبات والجملاء والدساعة في هذا الوقت جميل هذا كان عام كم يا أبو عبد الله أنا عندي مشكلة حوالي عام 1385 هجرية 85 هجرية ما شاء الله كم كان عمره ديك الأيام أبو ثامر كان في مرحلة الخامسة الابتدائي على ما أعتقد أو ما شاء الله يعني أتحت له الفرصة من بدري ما شاء الله أبو ثامر ما شاء الله تبارك الله طيب والله نحن شاكرين لك أستاذ محمد ضراب الله أعطيك العافية كيفك يا أبو عبد الله يا هلا يعني الحكور الله أعطيك العافية أبو عبد الله شكرا لك الله أعطيك العافية أبو ثامر أنت ليش كنت تسجل أخبار الأخبار لما كنت تسجيلها في البيت آه أي هذه تحتاج إلى أولا من نقول لك أني أنا أسجلها إلا كنت تسجيلها كل يوم وترجع تتفرجها مرة ثانية كنت تظلع أخطاء بالضبط أنا كنت دائما أعتبر نفسي أنه أنا أفضل ناقد لشخصي وأدائي في التلفزيون جميل أحب أشوف النشرة بعد ما ألقيها بعد نهاية النشرة أحب لما أرجع البيت أشوفها أشوف جلستي أشوف إلقائي أشوف مستوى الصوت أشوف تعاملي مع الكاميرا ومنها أحسن أدائي ممتاز وهذه طريقة جدا مفيدة لكل المذيعين اللي يبدأ حياتهم ويحاولون أن يطوروا أنفسهم أنت خير ناقد لنفسك جميل يعني شوف نفسك وقارن نفسك بالآخرين تجد أنك ستطور نفسك في المكان المناسب وستتقذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لتطوير أدائك طيب بس نأخذ فاصل فضلا نأخذ فاصل قبل أن تأخذ الفاصل أريد أن أشكر ناصر البسباح كان مهندس فيديو في التلفزيون قبل أن يكون في أجهزة فيديو في البيوت كنت أطلب من ناصر البسباح ومن عبداليز العقيل أول ما جي داخل على الأخبار أقول بالله يسجلوا للنشرة بأشوفها على طول يعني فكانوا يسجلوا لي إياها وكنت أطلع من الأخبار أشوفها قبل أن أذهب البيت ما شاء الله طيب عزيزينا المشاهدين فاصل قصير ونعود لكم بإذن الله مرحبا بكم أعزينا المشاهدين من جديد في أسرار أبو ثامر نحن عندنا فقرة هذه زي ما دائما بنقولها فقرة الروزنامة نقطع ورقة اليوم ونعطيها للضيف ويقرأنا الحكمة المكتوبة عليها ويعلق عليها أو يوجهها المين نرى الحكمة اليوم مع أبو ثامر ما هي تقول لكل مقام مقال ولكل زمان رجال جميل فعلا لكل مقام مقال لا يوضع السيف في موضع الندى جميل توجهها المين أوجهها لكل إنسان عاقل كل إنسان عاقل يحب أن يحظى باحترام الناس وتقديرهم جميل يجب عليه أن يعرف ماذا يقال في هذا المقام وما لا يقال وليس كل ما يعرف يقال صح ليس كل ما يعرف يقال وفعلا لكل مقام لكل زمان رجال لأنه لو دامت لغيرك لم انتهت إليك لم انتهت إليك صحيح والرجل يعني الحكيم الحفيص هو من يضع دائما النهاية نصب عينيه صحيح سواء النهاية التعليمية أو النهاية الوظيفية أو حتى النهاية الحياتية أيضا جميل يجب أن يضع ذلك دائما في اعتباره جميل وبعدين هناك جملة مثل إنجليزي جميل للناس اللي لا يزالوا على رأس العمل اللي هو؟ يقول في رحلة صعودك إلى القمة أيوه خليك كويس مع الناس اللي تقابلهم ومتاز لأنك راح تقابلهم وانت نازل وانت نازل صح ما راح ينسو لك تصرفك معاهم لما كنطالع جميل بمتاز مثل جميل فيما أنا مجموعة صور أبو ثامر نشوفها نشوف الصورة الأولى يا شباب ورون الصور ناخذ الصورة الأولى هذا مين؟ هذا والدي عبدالله سلوم بهبري رحمة الله عليه الله يرحمه أبو ثامر كان تربطك علاقة قوية بي أبو ثامر كانت لك جلسة يومية في المغربية معه حتى لو باتصال لا شخص يكون كل يوم عنده كل يوم عنده الله يرحمه أبو ثامر طيب نشوف الصورة الثانية يا شباب لا يحب الله يرحمه الصورة هذي فين أبو ثامر هذي في الأسكندرية في الرحلة التي كلمتك عنها من أبو ثمانية وستين هذه اللي رحت منها على بيروت بعدين أنت صحيح فجأتني تهرب صورة والدي رحمة الله عليه الله يرحمه كان أحب الناس إلى قلبي الله يرحمه وفعلا رحيله ترك فراغ كبير في عياتي الله يرحمه ورحيله من فترة طويلة كانت يا أبو ثامر ايه من أكثر من خمس سنوات الله يرحمه لو أنه حي يا أبو ثامر ايش ممكن تقوله لم يبقى شيء يعني كان في نفسي وقل له اللي قلت له يا رحمة الله رحمة الله الله يرحمه لكن فعلا كان صلة لوالدي صلة غير طبيعية الله يرحمه رحمة الله رحمة الله رحمة الله حسب ما جاني معلومة أنه كانت الجلسة المغربية هذه كانت يومية مع الوالد الله يرحمه الله يرحمه وغفر له يا سامحه نرى الصورة التي بعدها يا شباب خلونا نخرج كده من الجو شوية يا شباب فعلا ما لك حقب إلا تجيب الصورة كده من جيد يعني لا أبو ثامر نحن قلنا ببرنامج أسرار يعني شوف الصورة هذه يا شباب الصورة هذه يا شباب الصورة هذه يا أبو ثامر هذول أعز أصدقائي في المرحلة الثانوية مين هذول اللي جالس رحمة الله علي عبدالعزيز كامل عبدالعزيز عبدالله كامل المهندس المهندس أيوة الله يرحمه وغفر له أيوة واللي واقف أيضا المهندس الدكتور سلمان بن تركستيري أيوة ما شاء الله هذولا يعني كانوا أقرب الناس إلى قلبي في المرحلة الثانوية و كنا يعني نادرا ما نفترق في الفصل أو حتى بعد الدوام ما شاء الله شوف الصورة اللي بعدها يا شباب هذي فين هذي في ديتوني بيتش في الولايات المتحدة الأمريكية و أنت أدرس في جامعة امبري ريدلو هذا اللي علي صار اسمه الأمير تركي بن سعود محمد اللي الآن في المدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقلية جميل و اللي في النص يوسف التصان جميل بس كون لكم كنتوا أبو ثامر الستايل هذا اللي هو الشرلستن و الكدش لا أنا ما كان عندي كدش يوسف اللي عنده كدش شوف صورة دحين شوف اللي بعدها شباب شوف صورة اللي بعدها الأفرو هذا كان لا في صورة حطلعها لنطلعها دحين هذا الملك فيصل رحمة الله لك علاقة قوية به صح؟ لا أطلاقا ما لك علاقة قوية؟ لا طيب فيه موقف سويته معه؟ لا ولا أبد أكيد؟ أبد وتعطيل الموكب؟ تعطيل الموكب هذا صلاة ليس مع الملك و كان صلاة الجمعة و كان الملك رحمة الله عليه و فرلو يصلي في المسجد الذي أمام مدرسة الإمامة الثانوية وهو مسجد طلال مسجد الأمير طلال جميل و أنا كنت رائح للتلفزيون الفترة حق الظهيرة و كان الموكب في هذه الأيام بسيط ثلاثة جيوب و وراها بوكسين أو شيء زي كذلك و أكتين قدام المسجد جميل فأنا جيت من الشارع المتعامد معه و لفيت يمين على الأساس أن أذهب للتلفزيون و وقت سيارتي بهذه الفترة كانوا يمددوا حفريات الهاتف الآلي كان لسه ما دخل المملكة يحفروا الشوارع حتى يمددوا شبكة الهاتف الآلي جميل فوقفت سيارتي و رحت أصلي في المسجد حل خرجت لقيت الدنيا مقلوبة الموكب مو قادر يتحرك لأنه مع وقوف سيارتي و الحفريات معاً صار فيه مكان يمر الموكب و مكان معهم يعني جيت لقيت العسكري بوشيلوا السيارة ما هم قادرين فقالت لا خلاص أنا وصلت و شغلت سيارتي و وشيت و أنا أتنافض فتحركت لغاية ما خلصت الحفريات و وقفت على اليمين حتى يمر الموكب فلما مر والله ما زاد رحمة الله عليه إلا أن بس نظر كذا نظرة إلي و مشيت الله يرحب و أنا كنت أخشى أنه يسير مشكلة و لا يسألوني ما سعر بينكم بأنه حوار أبداً لا 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 تخبروا من كذا نظرة و مشي بس هذه النظرة ماشي نشوف الصورة اللي بعدها هنا هنا شوف هنا في الأفر والكاليش هذا صحيح هذا في يوم تخرجي في الولايات المتحدة الأمريكية من جامعة إمبري ريدل إيراناتيكاليونيفورسيتي و هذا الدكتور دونالد ريتشي هذا كان مدرسي في مادة تصميم الطائرات والاتزان والسيطرة و كان يعتبر من المراجع في هذا العلم على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية جميل طيب أنت أبو ثامر طالما أنه الفترة هذه كنت بتعمله للآفر والكدش الآن لو واحد من أبنائك لا كنا نسوي آفر ولا كدش بس كانت ما كان في وقت نروح للحلاق طيب لو اليوم واحد من أبنائك ما جاء الوقت أن نروح للحلاق تعاتبوا على الموضوع هذا لا ولا لا أعاتبوا لكن دائما أشير له إلى مساوى تربية الشعر مثل ريحة العرق وتكاثر القمل لغاية ما أكره في الموضوع طيب أبو ثامر في نأخذ الصور دحين أو بعدين نشارك تبقى نطلع دحين طيب أبو ثامر في أنت عندك عادة معروفة عليك أنه لا تريد أن تعمل أي حاجة أو تريد أن تذهب لأي مكان لازم تقرأ أول شيء مضبوط عن الحاجة هذه مثلا لو تريد أن تذهب لطبيب أسنان تقرأ أول شيء عن المرض الأسنان الموجود فيه تقرأ عن الدكتور من الذي قال لك هالك؟ مهو تعب يا دكتور مهو تعب عليك؟ الأسنان مهي بعزقة لو طير لي سنين قد ناقشت مع دكتور طبيب أحب دائما أروح له لأنه خلاص فهم شخصيتي دكتور موجيب الرحمن في الرياض المستشفى العسكري جميل عرف شخصيتي وأنا عرفت أسلوبه فسرنا نرتاح لما أروح له وتقوم تحكي عن أن فيه وتقوله ترى أنا فيه لا لا أنا أقول كذا 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 بس أنت إش حتسوي أنت إش تبقى تسوي ولو يقول لك اللي تسوي أنت تكون عارفة خطوات أنا عارف أكون قلت سألت اثنين أو ثلاثة أن الخيارات هي كذا وكذا أنت إش حتسوي بس ما هو تعب ما هو تعب أن تقول تقرأ بالعاكس حافظ على نفسك انتبه وصاحتك في أحد أنت ما تسمع بالأخطاء الطبية الأخطاء الطبية الربارسابول يعني لا يمكن استعادتها خلاص صار الخطأ الله يعني لك وعنيت أنا منه أوه فيه خطأ سامر في إيش في سن من الأسنان قالوا أنه يركبونه يعني كراون أو تلبيسة وما حسب أحساب أن السن نفسه كان ضعيف أول ما حطوا التلبيسة وأكلت عليه انكسر فأطرأت أني ألجأ لزراعة فلا يلدغ المؤمن من طبيب مرتين كسرت من طبيب طيب أبو ثامر تفتكر خلينا نرجع شوية للذكريات تفتكر متى أول مرة صمت فيها الصيام زمان كيف كان أذكر أني صمت أول مرة أنا من الناس اللي تأخروا في الصيام صمت وأنا في الكفاءة أوه في المتوسط أي فترة فترة الابتدائي لا لا ولا مرة لا أبداً كانت متعة أني أدور في العصرية وأدوق السنبوسك والجيمات من البياعين وأنا أستمتع بصبايا وطفولتي يعني لا أستطيع أن يقول لك لا في البيت كنت تسوي شيء هذا؟ لا لا في البيت ما ما كنت تدوق الأكل المحزايد يا أمي لا لا أنا أحب أكل السوق أنا مغرب كنت بأكل السوق لأنه يعني مليء بالجراثيم والمكروبات اللي تبديله طعم خاص ونكهة غير موجودة في البيت وفي نفس الوقت تعطيك مناعة أنت لما تأخذ لك كم جرثومة من أكل السوق تكون مناعة تكون لديك مناعة عندك أبو ثامر اليوم أنت معود أبنائك من صغرى منهم يصوموا؟ لا أنا أنصح و زي ما تقول أحبذ وأشير ولكن القرار في النهاية يرجع للشخص لابني جميل إذا ترى نفسك أنك قادر على الصيام صوم لكن في مرحلة معينة خلاص أي خلاص مرحلة البلوغ الحمد لله كلهم كانوا بدأوا يصوموا زي في المرحلة المتوسطة يبدأ الصيام جميل أبو ثامر و بدون دافع هم من أنفسهم أبو ثامر أنت قدمت برامج في رمضان أو عملت شيء في رمضان لا رمضان لا ما عملت حاجة في رمضان قدمت برامج عادية لكن ليس في رمضان لا ترتبط برمضان لا وقت ولا تاريخ أنت كان لك علاقة بعم حسن دردير عن مشقاص كان دائما أذكرك بالخير والله وأنا أذكره بالخير أنا اشتغلت معهم في مسلسل مشقاص خدمات عامة كنت ممثل كنت في برنامج الأطفال لا أزال كان عمري 13-14 سنة في هذه الفترة و رشحوني لدور شقص ما هو الدور هذا؟ دور ولد صبي مشقاص في الدكان حقه جميل و كانت بالنسبة لي نقلة كبيرة لأني ليس لدور ولا لأني مثلت لكن احتكاكي و معرفتي بالعمال عمالقة المسرح والتمثيل والدراما في المملكة في ذلك الزمن صحيح رحمة الله عليه لطفي عقيل زيني و ما اسمه؟ حسن دردير حسن دردير الله يعطيه الصحة والعافية و هذولا قد تكون هاتان الشخصيتان هي التي أرسلت دعائم المسرح الإذاعي و فيما بعد التلفزيوني في المنطقة الغربية و أيضا لا كان في مسرح قوي في المنطقة الوسطى في الرياض ولكن كانوا هما يأتوا من المنطقة الغربية و ينضم إليهم الله ديها العافية عبد العزيز الهزاع و سعد التمامي الله يذكره بالخير و أحمد و حمد الهذيل و كانوا يسووا مسلسلات و يسووا تمثليات سهرة و كانوا يسووا أيضا تمثليات في مصرح التلفزيون فكانوا هذولا يعني عمالقة المسرح و أنه أنا طفل من برنامج الأطفال يتم اختياري لأن أشترك معهم هذا في حد ذاته كانت مصدر فخر و سعادة و الذي اختارني كان بشير مرديني المخرج جميل طيب أبو ثامر دعنا نتكلم شوية عن الإعلام مرة سار معك موقف في الأخبار و أنت تقرأ الأخبار على ما أعتقد أنه طلعوا لك في توكيو أخبار اليوم اللي قبله الأسبوع اللي قبله الأسبوع اللي قبله كيف تصرفته في هذا؟ أبدا كانت من حسن الحظ أنه كان عندي النشرتين هذه الليلة لو ما كان عندي لنشرة واحدة ما كان اكتشفت جميل فأنا قرأت نشرة الساعة تسعة كان يوم سبت مذكره و رحت البيت جميل ورجعت لنشرة الساعة اثنين في الليلة و اثماثة في الليل و كان أول خبر اختلف عنه لقريتو أول واحد خادم الحرمين الشريفين يأمر بتوزيع كذا ألف مصحف في جمهوريات كذا هذا خبر معقول يعني ممكن بين النشرتين صدر الأمر ممتاز الخبر الثاني سموه ولي العهد يستقبله أمير دولة الإمارات المتحدة في مطار الرياضي طبعا أنا كنت موجود الساعة تسعة ما استقبله كيف استقبله بعد ما مشيناه في الصباح فنقلت عيني بسرعة من الأوتو كيو على الورقة لقيت أن النشرة الأمامي نشرة مختلفة تماما فكان الله يذكره بالخير ما انساه مصطفى مصطفى المصطفى التاريخي التقليدي اللي هو الناسخ اللي كان ينسخ لنا الأخبار قبل الأوتو كيو و بعدين هو اللي كان ينسخ لنا الأخبار على الأوتو كيو و كان النظام منه الأوتو كيو أوبريتر منهم كان سلطان والله يذكرهم بخير وبدر ما شاء الله ما نفتكر بباقي الأسامن لا بس ما شاء الله جميل تذكرهم لا سلطان وبدر ومصطفى هذا هو لا يتناوبوا على الأوتو كيو معنا فأشرت له أنه كفل شوف الأوتو كيو وإنما قصته وبدأت أقرب من الورقة فانتبه هو وعدل بعد ما خلص نشرته قلت له ما قصتك ما صاير قال يا شيخ هذه نشرة السبت الماضي يالله يالله ما أنا عدمت بخير وأنا كمان هأشر لك لك أن أقول لك أن أخرج لفاصل أخرج أعزائنا المشاهدين فاصل قصير وأنا أعطي لكم بإذن الله حياكم الله من جديد أعزائنا المشاهدين في أسرار المرة التي قلت حياكم الله دائما نقولها مرحبا بكم في السهرة أبو ثامن رب مين أقرب شخص من أبنائك واحد مقرب لك جدا كلهم مقربين لا في واحد في واحد متميز على البقية آخر العنقود فيه متميز عنهم يعرض هذا بس أنه يعرض لأنه مسكين تعرض لحادثين مؤلمين أو شكت أنها تود بحياته آه أحمد الله على سلامته فأنا دائما أسأل عنه وأتضمن على صحته لأنه تعرض لحادث وجلس في غيبوبة حوالي 20 يوم في المستشفى وكنت أنا ملازمة طول الوقت وما كنت أتخيل أنه سيقوم منها طبيعي كنت متخيل و لا بد أن يخرج منها بإعاقة ولكن الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله خرج منها ولكن بعد أن تكس مرة ثانية لأنه كان عنده تهشم في الصدر ومعدة طلعت من الحجاب الحاجز إلى القفص الصدري وكنت أعطف عليه لأنه شاب صغير والحياة أمامه متسعة ويروح ويجي ويبغى يلعب ويبغى كذا ولكن كان عليه قيود طبية شديدة أنه لا يعمل كذا و لا يعمل كذا و لا يعمل كذا لأنه ممكن مرة ثانية ينفتح الحجاب الحاجز و لما ما سمع الكلام فعلا و انفتح علينا خرج مسكين يلعب في العيد فانفتق الحجاب الحاجز و نزلت مرة ثانية المعدة في القفص الصدري و نقلنا و بعدين أجرينا له عملية هنا في جدو و الآن هو بخير الحمد لله الحمد لله لأنه بدأ يسمع الكلام أنه يعني أنت لازم تفهم أنه ما تقرأ تسوي كل شيء زي نفسه طيب تسمع الكلام يا يعرب أو لا تسمع كلام لا لا خلاص نسمع يعني توبة لا خلاص توبة كيف حالك يا عرب عمد الله كيف حالك الله يسلمك كل عام و أنت بخير و كم الساعة عندكم في حين يا عرب الآن عندنا تقريبا سبعة لاربع سبعة لاربع لساعةكم صايمين يعني سبعة أي المساء فأنت في أمريكا يا عرب صح في ملواكي في ميشكين ما شاء الله يا عرب ملواكي في ويسكنسون يا عرب أنت في حاجة بتميزك عن بقية أخوانك مع الوالد إيش هي ما ماكي تيميزني بيني ما مهمني يعني الحمد للله الوالد ما يفرق بيني بين أخواني جميل يعني عملنا كل نفس المعاملة بس والله تكتر تسأل هو أكثر هو يمكن يعرف لي إيش اللي يميز إيش اللي يميز إيش اللي يميز بيني إنه حساس جدا أي كلمة تقوله إياها تزعلوا فلا تقوم تزعلوا هو ما يتناقش هو الوحيد أظن اللي يتناقش معاك في أي حاجة تقول لا هو الوحيد اللي يسلطوا علي إذا يبقوا شيء طيب جميل روح قله روح قله جميل لأني أنس أنا اللي عرفته يا عرب أنه كل أخوانك أنه أبو ثامر يعني في البيت يأمر يطاع انتهى الموضوع لكن ثامر لا يقعد يناقش ويجادل ويتكلم ويزعل لا 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 يجادل بس أنه يعني زي ما قلتلك أعطف عليه بصورة خاصة للسبب وبعدين هو آخر واحد خليه تدلع خليه طيب أتدلع يا سيدي أتدلع يعرف بما أنك ستتدلع أتدلع عليه دحينة وأبوك تسأل سؤال للإعلامي العميد متقاعد سبق بهبري مش الوالد لا الإعلامي العميد متقاعد سبق بهبري ما تسألوا سؤال صراحة من ناحيتي أنا ما في سؤال أوجه للوالد أنا ما يجيسي سؤال يخطر بالي أسأله لا إحنا ما قلنا للوالد يعرب يعرب السؤال ما يتوجه للوالد قلت كاميد مهندس كاميد مهندس متقاعد قلوا كم الساعة وريحنا لا أنا أقول في سؤال يعني يسألوني الناس عننا كثير أيها عبيت أوجه اليوم أنا ونريحهم ليش ما في جيوب أمامية في جيابك الجواب بسيط المفرطة أنت تقول لهم تقول لهم العبرة ما هي بعدد الجيوب ولا في محطوطة العبرة بالأشياء اللي تملي الجيوب إذا امتهلوا الاثنين اللي تحت نسوي واحد ثالث فوق ما في مشكلة يعني كن ومشي تحت يا أبو أثابر لسه فاضي الاثنين اللي تحت الله أعطيك العافية يا عرب جواب كويس يا عرب شكرا لك يا عرب شكرا لك يا حبيبي شكرا لك الله يسلوك يلا روح عشان تجاهز الفطور دحين الله يعينك أبو ثامر أنا حقول لك على جواب وأبو أك أنت تطرح السؤال عليه أو تطرح القصة تطرح الموقف هذا برنامج مصري إذا جالسين تنقلوا من الفضائيات أذكركم أبو ثامر أنا متكلم كده عن هوا طبيعي يقول لبس من طولنا البجامة تحت الثوب وقريت بيها الأخبار مستعجل وخرجت بسرعة لبس الحرب كنت تكشفت من بيها الأخبار لا 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 مرة من المرات فعلا خرجت من بيت مستعجل وكانت البجامة تحت الثوب تم اقول لبست البجامة تحت الثوب لكن أنا ليس باينة ليس باينة أطلاقا كان الشتاء والثوب صوف وما تبعت إلى أين أن رجعت البيت يعني بعد وخرجت ورجعت أنا طالع بالبيجامة عادي يعني أنتك ما شاء الله مورف أنه عسكري عالوقت صح أو لا صحيح طيب أنت تأخرت لسبب معين يعني أم لا أول مرة كانت تسير و أخر مرة تسير لا أصار أن أقول لك الحقيقة هي الأول مرة أني أنسى أنه عندي نشرة جميل و تنسى أنه عندك نشرة و اتصل بسفر الشهران يا الله يذكره بالخير قبل النشرة يمكن بعشر دقائق قال وينك أبو ثامر النشرة عندك الليل؟ قال ويني؟ قال نشرة عندك الليلة من قال أنا كنت أحسن أن يوم ثلوث هو يوم ربوع أو يوم ربوع هو يوم ثلوث فقال لي كيف أنت أقرأ أنت عني قال أنا في البيت اتصلوا بي قالوا مين في طيف هناك؟ قال في ساعد العتيبة لك والخير و يذكرها ساعد و يذكرها سافر لا أحد يعرف الموضوع هذا الذي نحن الثلاثة فقلت خلي ساعد يبدأ و أنا خلال ربع ساعة إن شاء الله أكون هناك جميل و فعلا أنا بيتي كان قريب من تلفزيون أنا بيتي في شرع المعذر و تلفزيون في البربا فبسرعة البست حتى أنه شماغ والغطرة البست في المحطة بعد ما وصلت و مشيت و ذلك الأيام ما كان فيه مثل الآن مثلا حواجز الآن من بيتي للتلفزيون فيه حاجزين أمنيين و فيه تأخير و فيه تفتيش في التلفزيون و فيه تداخل يعني كانت الأمور أبسط جميل ففعلا خلال ربع ساعة على بل ما خلص ساعد لتيبي الله دكتور الحيران الخبر الأول أنا كنت موجودة و على طول بدأت؟ و بدأت و هي النشرة الوحيدة اللي هو قريب مذيع أول و أنا جنبه مذيع ثاني ماذا لا كنت مذيع أولا؟ مع ساعد أنا مذيع أولا هي بالأقدمية و الحمد لله لأنه ما أحد لاحظ و كان جاء سؤال ليش؟ ليش اللي صاد؟ صح بلتكم مساءلة لا ما أحد انتبه الحمد لله طيب ممتاز كويس مرت سليمة طيب أبو ثامر إلا الكذب مهما كان الموضوع واهتمني؟ بالضبط هذا الشيء الوحيد الذي لا أقبل من أي إنسان كان مرة؟ أنا أتسامح في أمور كثيرة ولكن عندي ثلاثة أمور لا أحبها جميل الكذب لا أتسامح فيه إطلاقا ولا أقبل لأنه دائما كل النصائب الكبيرة تبدأ بكذبة صغيرة ثم تبدأ ترجعها بكذبة أكبر بكذبة أكبر إلى أن تتحول إلى كارثة ولذلك من البداية لا تكذب صار شيء صار شيء فاني خلاص نبدأ نعالجه و نبدأ نعالج الكذبة صح طيب هذا واحد اثنين الانتظار أنا لا أحب أن أحد يجعلني أنتظر ولا أقبل الانتظار لماذا؟ لماذا؟ ولا أحب أن أجعل أحد ينتظرني نفس الشيء أنا أحرص أن أكون في الموعد قبل الشخص الذي أعطيته للمعود لأنه أنا أعتقد أنه الذي يجعلك تنتظر يتعمد أنه يهينك و أنه يوريك أن وقته أثمن من وقتك و أنه أنت وقتك لا قيمة له بينما هو وقته مهم و هذا نوع من التعامل الذي يجعلني أتنرفز و لا أحب هذا الشيء بصراحة و الشيء الذي لا أحبه لنفسي لا أحبه للآخرين و لذلك أنا لا أجعل أحد ينتظرني حتى أسأل حتى للمستخدمين عندي مثلا السواق أو كذا دائما أقول له أنا خارج الساعة و يجدني خارج في نفس الساعة و إذا لا أريد أن أخرج أو شيء كذا أكلمه و أقول فلان لا تطلع خلاص يعني لا تطلع أنا سأتأخر قليلا لأنه أنا أعتقد هذه من أساسيات احترام النفس و احترام الآخر جميل و النقطة الثالثة؟ الثالثة ما ستعجبكم كلكم أنا لا أحب لا أتسلف و لا أسلف و لماذا ستعجبنا كلنا؟ لأنه هناك أحب يتسلف و يسلوا أنا أعتقد أنه بدل ما أنت تروح و تتسلف من الآخرين و تحرمهم من أشيائهم و تخليهم من تضروك على بل ما تردهم و تتحول إلى مشاكل من الأفضل أنك أنت تصبر على نفسك للمسير معك جميل ممتاز و إذا جاء واحد يتسلف منك حتى إذا يعني مثلا تقول شوف الله يا حبيبي أنا مبدأ السلف هذا غير موجود لكن هذه مساعدة مني لك خلاص يعني أنت تحطها إن رجعت رجعت إن ما رجعت لا لا هذه مساعدة لأنك أنت الآن لو سلفت أحد في الزمن هذا عشرة ألاف ريال تبغاها بعدين خمسة ألاف ريال ما راح تأتيك و بعد مكان صاحبك ينقلب إلى خصم و تسوء العلاقة بينكم يا أخي أنت أعطي من عندك ألفين مساعدة و قل له هذه والله مني لك و أرجوك لا تحرجني أنا هذا المبدأ غير قائم عندي و إذا أنت تستطيع تسدد أنا متأكد أن البنوك تسددك أتسلفك فهذه الثلاثة أمور ما أحبها لا الكذب ولا الإنتظار ولا التسليف طيب جميل طيب أبو الثامر خلينا ندخل شوية على علاقتك بالوسائل التواصل الاجتماعي أنا ما شاء الله أراك على تويتر يوميا ما شاء الله تطريبا أنا أعطي من وقت ساعة لتويتر ساعة في اليوم؟ لتويتر جميل هل تستخدموا طريق اللابتوب و طريق الجوال؟ لا أنا ما حبيت أساليب التواصل الاجتماعي إلا بعد ما اخترعوا الأجهزة الذكية اللي هي التابلتس اللي سموها إيش؟ اللي هو زي الأيباد الأيباد في أني أنا أتصل بالناس لما أكون أحتاجهم وبعد ذلك دائما في البيت أتركه في الصالة برا و لما أخرج من البيت أتركه في السيارة جميل إن شاء الله لا ينتبوا الآن يسرقوا لي من السيارة لكن دائما أسيبه في السيارة لما أرجع أرى من أتصل و أرد عليه جميل لأنني أنا شخصيا لا أرى من المناسب أنك ماشي في السوق ولا تتكلم مع واحد و فجأة رأى التلفون تقطع المكالمة وترجس ترد عليه يعني ما راح تقوم الحرب العالمية الرابعة أو إذا أخردت عليه بعد ساعة أحيانا يكون فيه تصارات مهمة هذا للناس اللي لا يزالوا على رأس العمل من أمثالك المشغولين هذا إنسان يعني وقتي لا قيمة كبيرة ما له قيمة كبيرة الله تكري عافية أبو ثامر بالإمكان استني الموضوع ساعة الله تكري عافية أبو ثامر طيب في هاشتاقات اليوم كانت نشطة في تويتر خلينا نأخذها شوف الهاشتاق الأول بيقول أتحمل كل شيء إلا لي إلا لي تسيمج مرة مرتين و ثلاثة و يكررها طيب مرة مرتين و ثلاثة كررها هو خلاص لا بد أن تضع حد للموضوع تقوله خلاص طيب في هاشتاق ثاني بيقول ما أكثر شيء سويته برمضان؟ الله يعني هذه أمور ماذا يعني لو أحد لا يتحدث في هذه الموضوع هذه أمور بين الله و العبد لو مر عليك الهاشتاق في تويتر حت تسيبه و يترك كده يمسي حترك و تجاهله حت تجاهله لكن لست مطالب أن ترد على كل كل هاشتاق و كل الصح مظبوط يجب تكون عندك شوية من الامتقائية شيء اللي يعجبك تتفاعل معه شيء اللي يعجبك تتجاهله جميل الهاشتاق الثالث يقول شخص في تويتر أثر فيك والله في أكثر من شخص مين؟ واحد كده أثر في أثر في أوثاني لا 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 سأسوي دعاية لأشخاص عشان لا يقول له فولو لا 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 يقول له فولوور حتى كما لا أحرج لكن أنا كان يعجبني تعليقاته لا تتخيل أو يذهب ذهنك لأنه شخص يجيب أخبار أو يوزع أخبار كان شخص يعجبني تعليقاته الساخرة والحادة على اللي يتفلسف مين هو هذا؟ لا 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 أقول لك عليه عشانا أنا أبغى أعمله فولو أقول لك عليه بعدين طيب ماشي وهو ترامونا شيء يغيب شهار و يغيب شهرين ماشي الهاشتاق الرابع يقول سالفة بتقولها لأحفادك ما ممكن تقول لأحفادك لو مر عليك الهاشتاق سيكون طبعا أقل من 140 حرف أقول لهم السالفة اللي قال لي يا أبوي الله يرحمه دائماً كان يرددها على ذهن اتق الله ولا تبالي يكون مع الله يكون معك الله اتق الله تجده أمامك هذا دائماً كان يقول لنا ياها و هذا اللي سيقولها لأحفادي و الغير أحفادي جميل الهاشتاق الخامس يقول أني أعترف بأني كسول والله كسول كسول جداً خصوصاً بعد التقاعد بعد خلاص ما شاء الله اللي يعرفه أبو ثامر فترة العمل كان جداً نشيط غير نشيط أنا كنت أشتغل في اليوم 18 ساعة ما شاء الله و كانت 18 ساعة منتجة ما بين الإذاعة و التلفزيون و عملي في وزولة الدفاع و أي آخره و كنت أتخيل أنه لما أحال على التقاعد ستكون مصيبة من مصيب الزمان ما سأسوي في الوقت الذي سيبقى و لكن الحمد لله دائماً كما كنت أقول لك بشيء كن مع الله ولا تبالي جميل قبل أن تقاعد وصلت الفضائيات أيها فأخذت تأكل شوية من وقتي و أنا أحب القراءة و ثم جاء بعدها وسائط وسائط الاجتماعي وسائط الاجتماعي و كملت على الباقي فأصبح الآن بعض الأحيان بالأربع أيام لا أخرج من البيت جميل لكن أنت متابع جيد للبرامج صح؟ أنا متابع جيد للبرامج الحوارية التلفزيونية خاصة السياسية جميل طيب نشكرك على تلبية الدعوة أبو ثامر بزاك الله خير شكراً لك انتهت الحلقة شكراً أعزائنا المشاهدين إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أسرار غداً بإذن الله نجم جديد فانتظرونا هذا أخوكم ومحبكم وعائل بدأود يقول لكم دمتم بود وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله نجم جديد مع عطف جديد يحلى الكلام صغرنا يدوم بحاجة كتير عرفها قوم حكية عشناها زمان لا سر ولا كتمان أسرار بتجمعنا مع عطيب الكلام صغرنا يدوم وبيحلى معانا المشوى بلحنة جميل بكلمة أو فكرة وأسرار صغرنا يدوم وبيحلى معانا المشوى بلحنة جميل بكلمة أو فكرة وأسرار حكية عشناها زمان لا سر ولا كتمان أسرار بتجمعنا مع عطيب الكلام أسرار